اعزائي مصممين ازايكم فيديو النهاردة هنكون شغالين على الوركشوب الخاصة بالكلاستر او السكريبت الجديد اللي احنا نطورينه النسخة التانية لتصميم وتصنيع المطابخ وحدات بانواح طيب كل اللي احنا نحتاج ان احنا نعمله بعد ما نفتح اه راينو طبعا الادية بتشتغل من خلال راينو هنبدأ ان احنا لما يجي معنا المين فايل او السكريبت بتاعنا اللي هو تسنس كلاستر نفس الطريقة دي كده هنبدأ ان احنا نيجي نضغط على مش هنحتاج اي آآ عن استخدام لو انت قريدي بتستخدم هتقدر مباشرة ان انت تستخدم نفسها نستنى بمجرد ما يفتح بمجرد ما يفتح هنا هنبدأ ان احنا نجيب ادي الفايل معنا كده بنفس الطريقة لو طلب منك اي تحميلات فده معنا ان انت محملتش من على الويب سايت هتلاقوا برضو فايل التاني يتحمل آآ تقدروا من خلال تحطوا البلاجنز انا شهنشتغل معاكم فايل بلاجنز بتحطوه جوة سبيشيال نيجي عند جراس هوبر فايل سبيشيال فايل كومبوننت فولدر هتلاقوا هنا في فولدر اسمه تقدروا تحملوه من على الويب سايت بتاع ده اساسي جدا او انتوا تعملوا اما يجي طلب منكم هنا هتقدروا تعملوا نفس الحاجة طيب تعالوا كده نحاول نقسم الشوية وابدأنا نعمل زي ما شايفين دي كده بكل المتغيرات بتاعتها يعني ايه بقى ده بتكون مجموعة من الخطوات المبرمجة زي ما شايفين كده اهو ده الشكل بتاعها هي بتكون مجموعة خطاقات بتستبدل الخطوات اللي هيشتغل فيها في الوحدة دي فهي كل اللي هي هتعمله هتاخد منك المعطيات بتاعة كل تفصيلة في آآ البروجيكت ده وهتبدأ ان هي تعمل لها مباشرة آآ بتاعها وتقدر انت تستخدمه بالفول ديمينشنز والكلام بتاع كله هنراجعوا دلوقتي واحنا شغالين اول حاجة هتستخدمها آآ ان انت هتيجي هنا عند حاجة اسمها هتوقف هنا وتضغط وتختار انت عايز الدراب بتاعك بقى يتضف في اني او اني مشهد او في اني حيطة او في اني مكان فانا هضغط هنا مباشرة تلاقوا الدراب في الظهر بتاعه بنفصل طريقة كده على المتغيرات اللي موجودة معنا طيب من فوق النقطة هنلاقي هنا مجموعة متغيرات وتحت النقطة هنا هنلاقي مجموعة متغيرة طيب ناخد الحاجات الاساسية انت بتقرأ الكلمة اللي هنا والكلمات اللي موجودة نفس النمو يعني مسلا هنا دي متين واربين لو انا عدلت اي حاجة فيها هنلاقي عرض الوحدة اللي بيحصل طب انا عايز احط قيمة اضغط دبل كليك واكتب مسلا مية وكم كده بقى مية وخمسين الديبث متين وتمانين انا عايز هتبقى متين مسلا الوحدة دي بقى طولها كده مية وخمسين في كم في امتي احنا طبعا نرجحها متين وتمانين حاجة بتوصل زي ما شايفين كده اهو اهو اللي هو العمق بتاعي لو انا عملت كده مسطول واحدة تلاقي الوحدة طبعا ما بين صفر لا ما ينفعش طبعا وادي مسلا اهو ادي الواحدة عايز تحط اي رقم او اي قيمة اوكي فانا مسلا هخلي القيمة دي مسلا ايه ستين زي ما شايفين اهو انا لسه مقدرش اختاره لان انت رسه في مرحلة الانبوت اللي انت بتدخل فيها قيم المقاسات او الاساسية اللي انت شغال او هتشتغل ايه عليها طيب بعد كده عندك حاجة اسمها اهو تيجي نبص كده اختصار لماتيريال ثيكنس ماتيريال ثيكنس هي سمك الخامل اللي موجود هنا بصوا بقى هنا ده بقى من افضل الحاجات يعني مسلا انا مزبوطة لو انا جيت زودت هتلاقي بصوا اللي بيحصل اللي واحدة اللي الله كل الماتيريال فيها بتتغير حتى ماتيريال بصوا حتى ماتيريال لو انتوا اخدين بالكم اهو بتبدأ ان هي ايه تتغير فده يعني كل حاجة جوه مربوطة ببعضها يعني انا امكاود عشان يكون كل حاجة مطالبتة انت ما ديش هتعمل اي حاجة غير ان انت تاخد من المتغيرات بتاعتك وتراه جايب مدخلها هنا والكلاستر هتبقى موجودة هنا طبعا اه ما تنسوش تدعو الوالدتي الله يرحمها بالرحمة وربنا ينور ابراها يا رب انها توفت في بداية السنة دي كانت سنة صعبة جدا اه والشغل ما كانش احسن حاجة طبعا وسط اه كل الظروف والحاجات المتغيرة اللي بتحصل معنا اه هتلاقي بعد كده عندك حاجة اسمها باك ماتيريال تيكنس باك ماتيريال تيكنس دي عشان تقدر ان انت تشوفها ده اللي هو الظهر الظهر باك ماتيريال نعرف كل القيم واشكالها وانواحها والحاجات دي كلها فانا سنخلي على واحد واحد سنتينة طبعا بيكون ستة ميليا او تمانية ميليا حاجات زي كده بعد كده عندك حاجة اسمها اهو نمبر اوف يونيتس بقى انا عندي هنا تلات وحدات يعني دولاب ده متقسم تلات وحدات انا ممكن اخليه مسلا ايه صفر مفيش وحدات ها واحد واحدة واحدة اتنين وحدتين تلاتة اربعة زي ما انا عايز يعني نقدر نقسم الوحدة بتاعنا والشكل والديزاين بتاعنا زي ما انتو ايه عايزي هو بيعدل كل حاجة وكل حاجة ما يتكاود ان هي تخلص ايه بسرعة وفي نفس الوقت كل حاجة في تبقى جاهزة ومتزبطة ايه كويس على حسب والحاجات بتاعتنا بعد كده نقف هنا نبص كده نلاقي حاجة اسمها اللي هو ده انا قادر راجع على ده كده ابدأ ان انا ازود واحط الشلف بتاعي شلف ستاشر يعني تعالوا بقى نجوف كده مسلا هبدأ ان انا اعدل في الاجزاء الاسسية بتاعتنا اللي اسمها هنا عندنا بيز هايت ده بقى بيرفلكت ايه بقى عايز كنتركزوه عشان لو مش باين عندنا بيز هايت ده هو المساحة اللي تحت دي هنا ايوة بصوا كده ممكن تبقى صفر مش حاطة قاعدة وممكن تنزل 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 طب ليه الحاجات اللي فوق بتتحرك لان القاعدة بالديبايد عليها فطبيعي ان يتحرك مع بعضها وميزة كمان ان هو يحفظ لك يعني انت بقى مش تقول تحسب بقى ايه القاعدة تمانية سنطي اللي ارتفاع بتاعها امتين والعميل عايزها امتين وخمسة فنقعد اجمع لا 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 انت المقاسات اللي انت بتدخلها هنا وهنا وهنا التلاتة دول طول فعرض في ارتفاع ده المقاس الخارجي للوحدة كل حاجة بتبقى الوحدة دي والكلام ده زي ما قلنا هنشوفه احنا ايه واحنا شغلين خلينا خلي ده امتين مسلا كده فانا عندي هنا در ارتفاع ارتفاع ده هنا هنخلي مسلا 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 نا بداش عشر اشن بباشر قام مسلا كده اهو خلينا تمانية مسلا وبعد كده قلنا هنا عندنا ايه اه اه براحيتنا ايضا ان احنا نختار اي اه اه عندي بعد كده بقى حاجة اسمها بصوا بقى هنا لو انا جيت هنا تعالوا كده نعيد واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبع اماكن لو خليت دي صفر بقت صفر طب لو خليت دي واحد ها اتنين يعني فيه كم واحد اتنين فده عدد التقسيمات واحد اتنين تلعيز العميل بتاعك عايز كم تقسيمة واحد اتنين تلاتة اربعة وبيكالكوليت لوحده بقى بتاع الاشكال وفي نفس ايه بيشوف تري دي موضل للحاجة فده بالنسبة له بيوفر تايم كتير قوي يعني احنا في وذن حرفيا اقل من تلات او اربع دقائق انت بتكون مخلص كل حاجة انت معاك المقساة بتبدأ تدخر الداتا وكل اجزادك وفا انت تقدر تعادل حد يقول لي بس انا مش عايز الوحدات هنا طب انا عايز وحدات هنا وايسة تيجي هنا وهنا وهنا ما فيش مشكلة والله انت بتيجي هنا بالمتغير ده وبتبدأ ان تغير لحد ما يفدت معك وطبعا رقم كبير بس انت بتبدأ من صفر واحد ادي اتنين ادي تلاتة بعد كده حد تزود رقم يعني بالغلط خلناها زي او انا خليتها في البرمجة بتاعتها زي اه متسلسلة بتبدأ تعيد عشان ما تقودش بقى تحديف لك الادراج هنا في حاجة مش منطقية دول كده كل التعديلية بتاعتها الوحدة فانت تقدر تختار المكان وتقدر تختار بتاعتها وتقدر تختار كل الاجزاء الاسية لتشغلها بعد كده بقى فوق فوق بقى عندك بقى ايه اه اه انا عندي هنا مسلا تلات دراج اول حاجة انا عايز تلاتة لا عايز العشر وصلت العشر هل كده خلصت لا تقدر تزود اي قيمة انت عايزة تمام يعني تقدر تضغط هنا دابل كليك مسلا واكتب عشرين بس عشرين ده طبعا منطقيا هيخرج برا الدولار بالمنطق يعني او اتوصلت عشرين بص خرج خرج عددهم برا ايه الدولار فعلى حسب بردول واحدة وعلى حسب طولهم اولا عشرين وانت سايب مسافات بسيطة ما فيش مشكلة بعد كده الوش ده هنا كام يعني انا ممكن ايجي على الوش ده رجعنا سانقبص اهو منزل الوش تمام ف اهو خلينا نرجع الوش الايه القشرين زي ما نشايفين كده اهو وعلى الحاجات اللي موجودة عندي بعد كده المسافة ما بين الجناب بتاعة الشكل ده اللي هو انت هتسيب قد ايه هتركب بقى مفصلة خشب ايا كان انت هتركب ايه بتحط القيمة بتاعتك ايه هنا ما بين الخشب او ما بين الدورك انت هتسيب قيمة ديه عايز تسيب قيمة بال يعني بالعشرات هتكتب هنا او بوينت مسلا واحد تمانية سالة اهو لو انت عايز تضيف قيمة يعني مسلا اه يعني مفصلة للسايت توليرانس اهو بص كده تقدر تزو تعمل اي حاجة عشان انت هنا هتلاقي نفسك انه بتنقل اه كاجزاء يعني طيب ده السايت توليرانس بتاعنا اه بعد كده عندك الدروور دبس اللي هو اهو ده اللي هو عمق مين? عمق الواحدة طبعا عامل ستسعة وستين فمش منطقي ممكن تخليه زي ما انت عايز اربعة وعشرين اهو زي ما انت شايفين بتحرك وبتزبط معنا. وده بس زي ما قلنا ده مش هيطلع لك حاجات اه شكل ثري دي موضل بس لا ده ده هيطلع لك كل اه الاجزاء اللي انت عايزها يعني هو هيطلع لك اه بتاعه كل حاجات انت عايز تشغل علي. بعد كده عندي حاجة اسمها اه اللي هو الجزء اللي جوه هنا ده كده هيبقى قد اي انا انا ممكن انزل ممكن اقلل على حسب انت عايز كم ايه? عايز كم درج بالزبط قدر ان انت تشتغل عليهم زي ما انشايف كده اهو رفع لك القيمة بتاعت الايه بنفس الشكل. بعد كده عندك حاجة اسمها اه اللي هو ده القاعدة اللي هو هيبقى مفحور فانا اعملها مسلا على واحدة تقدر زي ما تشايفين كده تزود السمك تحت. عندك بعد كده اه التوليرانس التوليرانس ده هو المسافة ما بين كل زي ما تشايفين كده اهو ما بين كل درج والتاني يعني انا اقدر ازود كده. المسافات ما بين الدرج ووش الدرج ما بينها وما بين ايه? بعدها. بعد كده عندك ده عامل زي الشلف يعني انت تقدر تحركه اهو. من الاول للاخر تقلل طبعا هنا الاماونت مسلا والله كده وتقدر ان انت تعمل حاجات دي كلها اهو مجموعة من الايه? من المتغيرات تقدر ان انت ايه? تشتغل عليها. بعد كده هنا طبعا احنا ضيفين لكم ده في السكريبت او الكلاستر عشان تقدروا بصوا اهو. تغير اي زي ما انت عايز اللون بتاعها. مجارب بس العميل يعني عشان يبص عليها بشكل سريع. يعني في الاصل انت هتضيفه تكستر وتعملوا رندر. مش هالحاجة تبقى واقعية وطلع بتاعكم. ويقدر يبص اشتغل معاكم في الفترة ايه? انسب. بعد ما بتخلصوا اللي هتعملوه هو كالادي. هتوقف هنا. لا معلش. هنقف هنا. نعمل. راجعنا عاملين بيك. ونضغط اوكي. هي راجعي طالع معنا الايه? بتاعنا. طيب. بقى بتاعنا اهو. اه ده رفع عليه طبعا. اكيد طبعا كلكم عارفين ده. طلع لو انت عايز لوحة رسمة هندسي بتاعك. بعد طلع لك هنا اهو. تسيبها ان هي تطلع لك عشان نقدر نحنا نبص هل الحاجة اللي هي الضفت دي. الضفت مزبوط ولا لا بزان شايفين اهو. هادي الوحدة. وهادي المنزور بتاعها. وهدي المقسات. اي مقسات بقى انت عايز تعرفها هترفع ببساطة. وتشازة نرفع لك عشان تبقوا بصين على الحاجات اهو. تولفع عرض في ارتفاع. هنا. تعالوا نرفع برضو الكلام ده. نبس تأكدنا هنا من المقسات بتاعتنا. متين ستين. متين وتمانين. وهدي. خلا نعمل ده. نتأكد هنا. متين ستين. متين وتمانين. اهو زي ما نشايفين كل حاجة ايه? يعني موجودة معنا وكل حاجة فيها دخلة ايه? بشكل مزبوط. تعالوا نقيس على ال تري دي مودل دايريكت بقى عشان نتأكد اهو. ونشوف هال المفحار موجود. ادي مسلا مفحار اهو بتاع الظهر. واحد سنتي زي ما احنا حطينه. وبيدخل برضو المسافة بتاع اللي احنا عايزينها اهو. بتاعها اللي هو اتنين. اللي هو سمك الخشب الاساسي الخارجي. اه الدرج بتاعنا خلينا نقيس كده اهو. عشان احنا كده بنقيس طول والله عرض. اوكي لأ عشان احنا قسنا بالانترفيس بتاعته. هنشوف احنا زبطينها على كام? تمانية واربعين اهو ماشي. اهو اللي احنا لسا قسنها دي كده. وعند ده كل المقسات يعني ما فيش اي مقاس منهم هيكون طالع فيه اي نوع من انواع ايه المشاكل. طيب تعالوا بقى نبعد ده كده. عشان نقدر ان احنا نبص. هنا في ايه? تفريغة اهو تفريزة للمفحار. بصوا كده. هنا برضو نفس النمط نبعد درج خلص نقع ونفكك درج خلص اهو. نرفع الاتنين دول كده بص مفحار اهو. موجود مكان التعشيق لكل يعني سنتي في الشكل. خلان اخلي وضع هنا مونكرون. عشان تقدروا برضو تركزوا معايا كده في الشكل يبقى عمز ازاي اهو. كل درج بالتفصيلة بتاعته. التفصيلة فيها ايه? مكان المفحار فين? الحاجات دي كلها. وكل حاجة طبعا بالمقاسات لان ده رأينا. كل حتة فيه بالدي اهو. ادي بتاعتي لو انا جيت بقيت كده لشكل عشان اطلع منظور مفككة لان كل حاجة متسبق مقاسها ومكانها اهو. انت عم بصوا على القاعدة القاعدة اهو دي المفحار اللي فيها. لو خدت بالكو هنا تحت احنا عاملين واحد. مراعي طبعا كل مقاسات ان هو بالميلي. مش حاجة دخلة في التانية. كل حاجة يعني كل اجزاء التكنيكا اللي بتاعته طلع مزبوطة. حتى بقى نوع التجميع والحاجات دي كلها يعني احنا وبنكستمايز اكتر في دي. اه يعني اه بالتعاون مع المصانع يعني بنشوف كل مصنع بيركب ازاي بيجمع ازاي بتاعته ازاي بحاجة ان احنا نكون له حاجة سهلة. فهو لو هيستنى يعني الديزاينر اهو اللي عندك في المكتب ان هو هيصمم لك ده مسلا هنقول تلات ساعات هنقول هو بيصمم بسرعة وبيحسب وبيتعمل مع التعديلات. طبعا مش هيكون بيعمل لك تريد ديموت هيكون بجهز. فكل دي بتخلص في ودن تلات دقايق. عميل بص شاف وحدته وتأكد ان كل حاجة تمام كله يعني ان الحاجات دي تبقى موجودة. هتلاقوا مضافة للرسمية. طبعا كلام ده بتاعتنا او لطلاب اللي مسجلين في الدورات التدريبية لو اضافت على الويبسايت تقدروا ان انتو تستخدموها. طبعا الاستخدام بتاعها يعني انت تقدر تستخدمها وتقدرش تتدولها بس عشان الموضوع ما يكونش فيه اه مشاكل من انواع اه مختلفة. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم اه حاولوا انتو استخدموا في اي او اي حاجات احنا بنقدر نحنا نكستمايز ونبني كل حاجات دي بشكل ايه مخصص. اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم من الوركشوب بتاعت اه النهاردة. وعرفتكم على جزء كبير جدا من بتاعت برنامج راينو مدموجين في الصناعة لتصميم الاساس والتصميم الدخلي. اه طبعا لغير مسجلين في الدورات التدريبية الخاصة بنا عشان يقدروا ان نحصلوا على دي او الادا دي او مجموعة الادوات المختلفة اللي احنا بنعلن عنها اه كل فترة. تقدروا مشاكلنا نتسجلوا في اه الدبلوما الاساسية لبرنامج راينو وهي الدبلوما المعتمدة للبرنامج. اه طبعا احنا بنستخدم مجموعة كبيرة جدا من الادوات زي ادوبي وحاجات كتير جدا ودي واحدة من اجزاء اللي احنا كنا شغالين عليها از ثري دي مودلين ورندرين وهي كانت بالتعاون يعني الهوست بتاعها كان الانوال في جامعة اه ام اس اي دي كانت من اجزاء اللي احنا بنشتغل عليها كتير جدا اه تطبيقات راينو وفي راي في التصميم الدخلي والتصميم المعمالي.